موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان اهلا بكم مساء الخير تجاوز مجلس الوزراء موضوعا خلافيا وهو ما اكده الرئيس سعد الحريري وضبط رئيس الجمهورية اقاع ابحاث جلسة اليوم واوقف سجالات اندلعت حول تنسيق مع الحكومة السورية لاعادة الالاف من النازحين الى المناطق الامنة في بلدهم وطلب الرئيس عون من الوزراء معالجة هذا الامر عبر رئاسة الجمهورية وفيما ركز مجلس الوزراء على دور القوى الامنية في مسألة اقامة النازحين وعودتهم اوضحت المناصقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة سيجريت كاغ لتلفزيون لبنان ان مسألة التنسيق مع الحكومة السورية امر تقرره الحكومة اللبنانية وفي جلسة مجلس الوزراء سجل وزير الاعلام الحمرياشي خطوة مهمة بموافقة المجلس على مشروع قانون لتعديل نظام نقابة المحررين لتضم كل الاعلاميين الضبط الايجابي لايقاع جلسة مجلس الوزراء على اساس ان عقم الجدل البيضانطي يفرغ الامور ويحرفها عن الجوهر كان العنوان الاساسي الذي اطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في جلسة مجلس الوزراء في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير والوزراء باستثناء الوزيرين غازي زعيتر وسزار ابي خليل الموجود خارج البلاد هذه الجلسة التي قبل انعقادها حبست الانفاس لان مواضيع من خارج جدول العمل المتضمن 92 مادي مطروحة فيها مثل حل عودة النازحين السوريين هل بالحديث مع الحكم السوري او بالاطر الدولية والاممية والمؤتمرات الخارجية اضافة الى موضوع الكهرباء وكذلك التفلت الامن واطلاق الموقفين الذين اطلقوا الرصاص ابتهاجا بالنسبة الى الكهرباء قبل الجلسة التي سبقتها خلوة بين الرئيس العماد عون والرئيس الحريري حصل تصحيح لنص القرار الصادر بـ 21 حزيران الماضي لجهة العبارات والمصطلحات المتعلقة بإحالة الملف ككل الى دائرة ادارة المناقصات بدل إحالة استدراج العروض المالية التي استغني عن هذه العبارة فكان هذا الحل الرئيس عون من جهة ثانية ضع القضاء الى لاعب دور اساسي في الحد من الفلتان الامني كما نوه بعمل الجيش والقوى الامنية كافة لمكافحة الارهاب بالنسبة الى وجوب ملء الشواغر والتعيينات القضائية والإدارية والديبلوماسية فقد شدد عليها الرئيس عون كما أشار الى ان الرئيس برري رفع لائحة بوجوب اصدار مراسيم تطبيقية لقوانين مقرى سابقا أشار فخامة الرئيس الى اهمية اقرار الموازنة ومعالجة مسألة قطع الحساب أبلغ الوزراء ان رئيس مجلس النواب سلمه خلال الاجتماع في بعبدة لائحة بالقوانين التي صدرت منذ اعوام ولم تنفذ بالكامل لعدم اصدار مراسيم تنظيمية او تطبيقية لها داعيا الى الاسراع في اعداد المراسيم الخاصة بها كما دعا فخامته الى التشدد في ملاحقة التعديات على الاملاك البحرية وعدم تبرير المخالفات المرتكبة في هذا المجال وقب موضوع حل لعودة النازحين السوريين حصلت مناقشات في الجلسة بين مؤيد للحديث مع الحكم السوري كأقصر طريق للحل مع ضمنات وبين معارض للحديث مع الحكم الموضع جدل دوليا ونظرا الى ان السياق الجاري للحل في سوريا والمنطقة هو سياق امم متحدة وما شابه على سبيل المثال الوزير ميشيل فرعون عرب عن امتعاضه لما قاله الوزير علي قانصو اذا لم يكن حوار مع دمشق فلا حل وعندها فتساجل وعندها حسم الرئيس عون الامر وقال بدكن تتساجلوا بالامر تحدثوا معي عبري الاجواء لم تكن بالاجمال متشنجة لكن النقاشات كانت متقابلة الرئيس الحريري فضل كعدد من الحاضرين ترك الامور الخلافية الكبيرة جانبا والى اتصالات لاحقة ما يهمني في هذا المجال توضيحه ان هذه المسألة هي من المواضيع الخلافية ذلك ان ثمت افريقاء ينادون بحصول التواصل واخرين يرفضون واضاف دولة الرئيس نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد لكن نعتبر ان ذلك من مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها ان تضع خطة امنة لهذه العودة لقد اتفقنا منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانبا لاننا قد لا نتوصل الى التوافق حولها ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء الى التوافق القائم داخل الحكومة وزير الاعلام الحمرياشي الذي زف الى الاعلاميين جميعا انهم سينضمون الى نقابة المحررين بعدما اقرت التعديلات على نظام النقابة لاحالتها الى مجلس النواب اشار من جهة ثانية الى ان البحث تناول في موضوع التعيينات مسارين الاول الالية الموجودة والثاني تعليق العمل فيها واعتماد تقديم الوزراء اقتراحاتهم وفق الاصول الدستورية لتحقيق التعيينات عن طرح وزير التربية مروان احمدي لاقامة فروع جديدة للجامعات اقرت طرح وارجئ طرح اقامة الجامعة الارثوذكسية الجديدة في بيروت الى مزيد من الدرس وجلسة لاحقة المنصقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيجريت كاج اشارت الى ان اي حوار تنسيقي بين لبنان وسوريا بالنسبة لعدة النازحين هو شأن لبناني وفي اللقاء مع الاعلام اكدت ان لا احد يتحدث عن التوطين التفاصيل مع دينا رمضان طبارة لقاء حواري مع الاعلام للممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيجريت كاج ونائبها فيليب لازاريني تحدثت خلاله عن عدد من المسائل المتعلقة بلبنان مباشرة في المقار الخاص لليونيسكول في اليارزي في موضوع النازحين السوريين ردت على سؤال لتليفزيون لبنان حول انتقال النازحين عبر الحدود الى سوريا والعودة مجددا وعن اهمية وضع خارطة طريق لها يجب ان نكون واضحين تماما نحن كأمم المتحدة ليس لدينا موقف بالنسبة لإرادة لبنان في اختيار اجراء حوار تنسيقي مع السلطات في دمشق ام لا فهذا شأن ثنائي بين حكومتي البلدين وبالنسبة للبنان اعتقد ان المسألة داخلية وليس لدينا وجهة نظر ولا احد يتكلم عن التوطين والمسألة موقتة عن عملية الجيش في عرسال اكدت دعم الحكومة في سياسة مكافحة الارهاب وعن ارتدادات هزيمة داعش في الموسى الورقة على لبنان قالت كاك يحكي عن سيناريوهات لكن مجابهة الارهاب تكون بثقافة معاكسة وحتى اوروبا اليوم ليست هادئة وحول زيارتها لعين الحلوي قالت اجلت ولم ألغيها بناء على نصيحة مسبقة أمنية كوتة النسائية أم لا ترشيح النساء إذا هن فعليا أردنا تصنيف أنفسهن والتقدم إلى الأمام أعرف أن الرئيس بري ملتزم هذه المسألة وأيضا الرئيس الحريري إضافة إلى مجموعات أخرى وهذا الموضوع جزء من الديمقراطية ونأمل في السنة المقبلة أن نرى نساء في البرلمان والحكومة وأن تكون الوزيرة عناية عز الدين محاطة بنساء متميزات وردا على سؤال أيضا لتلفزيون لبنان بشأن تطبيق مندرجات القرار 1701 في ظل التصعيد الكلمي للعدو الإسرائيلي قالت كاغ إن ملف النفط والغاز فرصة لبناء الثقة ومسألة ذات مصلحة مشتركة ونقطة عبور ولما تحدث الرئيس الحكومة سعد الحريري حول إرادته للانخراج في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم كما تذكرون خلال زيارته الجنوب بعد يوم من جولة حزب الله الإعلامية وكان اللازاريني شرح أهمية نعقاد مؤتمر بريكسل حول نازحين في المنطقة مؤكدا على أهمية العودة الآمنة المطارينة الموارنة وفي بيانهم ثمنوا جهد الرئيس عون من خلال الوثيقة التي صدرت لضخ روح جديدة في إدارة البلاد مشددين على أنه لا يمكن القبول بأي تعرقيل تمنع تطبيق قانون الانتخاب الجديد المطارين الموارنة وفي بيان لهم بعد اجتماعهم الدوري ثمنوا جهد رئيس الجمهورية لضخ روح جديدة في إدارة البلاد انعكس في وثيقة بعبدة مطالبين بالسير في تطبيق قانون الانتخاب الجديد وتهيئة المواطنين على فهمه وحسن التصويت بمجابه أمين سر البطرياركية الأب رفيق الورشة الذي تل البيان أكد أن المجتمعين ثمنوا ما قام به الجيش في منطقة عرسال وما اتخذه من تدبير حاسمة وجريئة لكشف الخلايا الإرهابية داعين كل المرجعيات إلى الالتفاف حول الجيش لضخ روح جديد في إدارة شؤون البلاد انعكس في وثيقة بعبدة لجهة العمل الحكومي والتشريعي وخصوصا الشق الاقتصادي ولا يمكن القبول بأي عراقيلة أو ادعاءات تحول دون ذلك حتى لا يكون هذا القانون بابا جريدا للتجاذبات وتطير المهل فيحكم على ذاته بأنه فصل بإحكام ليخدم لعبة سياسية معدة سلفا وقد آن الأوان من بعده للانصباب على إكرار الموازنة التي تضبط الواردات والنفقات وتوفر المال اللازم لتغطية سلسلة الرتب والرواتب المطارين طالبوا بمعالجة ظاهرة تفلت السلاح بسرعة واتخاذ تدبير حاسمة لا مراعاة فيها ولا سساءات ولا تغطية لأحد من قبل الزعماء والنافذين في إطار متبعات المجموعات الإرهابية ورز الخلايا النائمة في لبنان أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة أربعة سوريين لانتمائهم إلى تنظيم بيدعاش بيان للأمن العام أفاد أن الموقفين اعترفوا بالتحقيق معهم بما نسب إليهم وفي التفاصيل وفق البيان أن الموقفين تمكنوا من تجنيد عدد من الفتية عبر استقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لقرة القدم وبعض النشاطات الرياضية التي كانت تتخللها دروس دينية وتتمحور حول أفكار تنظيم داعش الإرهابي وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيل للقضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل حييكم من جديد ادعى رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال جادي أيزينكوت أن هناك خرقا متواصلا للقرار الأممي 1701 من قبل حزب الله وذلك تحت غطاء مدني وفي أماكن مأهولة لكنه لفت إلى أنه بعد مرور 11 عاما على حرب لبنان الثانية تشهد الحدود من طرفيها واقعا أمنيا أفضل مشددا على أن الجهود لمنع حزب الله من تحديث منظومته الصاروخية تتصدر أولويات حكومته لافتا إلى أن جيشه يتمتع بقدرات استخبارية ميدانية هي الأعلى منذ إنشائه في العاصمة الكازخستانية تبادل اتهامات بعد الفشل في الاتفاق على مناطق خفض التصعيد في سوريا خلافات بين الدول الضامنة لمحادثات أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا عرقلت التواصل إلى اتفاق نهائيا حول مناطق خفض التصعيد في سوريا ولكن اتفقت وفق البيان الختمي المشترك على تشكيل مجموعة عمل من أجل حل الخلافات ووضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة هذه المناطق في سوريا وفي تفاصيل خلاصة اليوم الثاني من المحادثات وفق الوفد الروسي أن هناك سبع وثائق بشأن مناطق خفض التوتر لتزال بحاجة إلى معالجة وفي سياق الخلافات التي ظللت اجتماعات العاصمة الكازخستانية وفق ما أوضح وفد المعارضة السورية أن المعارضة رفضت تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاقين منفصلين في شمال سوريا وجنوبها لأن ذلك يشكل خطرا على وحدتها في المقابل اتهم رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري تركيا بعرقلة الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق عدم التصعيد النتائج المتواضعة للمحادثات دفعت بالدول الضامنة إلى الاتفاق على إجراء الجولة المقبلة من المفاوضات في أستانا في الأسبوع الأخير من شهر آب اجتماع القاهرة يأسف للرد السلبي لقطر ووزير الخارجية السعودي يؤكد أن المقاطعة ستستمر إلى أن تعدل قطر سياستها إلى الأفضل في موازات اجتماع الدول المقاطعة لقطر في القاهرة دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامف اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح سيسي لمزيدا من المفاوضات لحل الأزمة الخليجية وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة لمناقشة الأزمة مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربعة للدوحة لتلبية مطالبها وفي بيان المشترك أكدت الدول أن الإجراءات التي اتخذت ضد الدوحة جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية وقالت إنه لم يعد ممكن التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر وأعربت عن أسفها لرد الدوحة السلبي وعقد الاجتماع في قصر التحرير التابع للخارجية المصرية لمناقشة الرد القطري على 13 مطلبا حددتها الدول الأربعة بعد قطع العلاقات مع قطر واتهامها بدعم المتشددين الإسلاميين والتحالف مع إيران وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وهددت الدول الأربعة بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أرسلت لها عبر الكويت قبل نحو أسبوعين ورفضت قطر هذه المطالب وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة وتقريص علاقات الدوحة مع إيران وضمت أيضا مطلبا بإنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين وأغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر في الغضون وصف وزير الخارجية القطري الحصار على الدوحة بأنه عدوان واضح وإهانة رابطا إثارة الأزمة الخليجية بمحاولات لإرغام بلاده على تسليم سيادتها والتخلي عن نهجها المستقل موضحا أن رد الدوحة على المطالب يراعي القانون الدولي وسيادة بلاده مؤكدا أن قطر ترحى بأي جهود جادة لتسوية الأزمة عبر الحوار ولكن ليس عبر الحصار إلى ذلك رد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بشكل حازم على مراسل كان يسأل عن تصريح نسبا إليه بشأن تطورات مقاطعة دول العربية بارزة لقطر لدعمها الإرهاب وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في موسكو قال أبو الغيت ردا على سؤال من مراسل قناة الجزيرة القطرية بشأن هذه التصريحات السابقة له التي تفيد بأسفه في طريقة معالجة أزمة قطر وقال لا حقيقة إطلاقا لمثل هذا التصريح قبل أن يطلب من المترجم في القاعة أن ينقل الرد للمراسلين الآخرين أعلنت طهران أن الرياض وفقت على شروطها بما يتعلق بالحج وبناء العملي قررت إيران إرسال أول دفعة من الحجيج إلى مكة المكرمة في الحادي والثلاثين من شهر تموز الجاري اشتركوا في القناة أهلا بكم من شديد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كرم أربعة طلاب تفوقوا في مباراة الدخول إلى إيكول بولي تكنيك في باريس في سابقة تسجل في تاريخ لبنان التربوي والأكاديمي كرم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الطلاب الأربعة رند الحاج إليا عزار هادي الحاج والياس خلوف من كلية الهندسة أوزيب التابعة للجامعة اليسوعية في بيروت الذين تفوقوا في مباراة الدخول إلى جامعة إيكول بولي تكنيك في باريس في سابقة تسجل في تاريخ لبنان التربوي والأكاديمي الرئيس عون هنأ الطلاب على تفوقهم ونهنيكم به النجاح الباهر ببيض الوجه ووجكم الشخصي ووج وطنكم بهني الجامعة اليسوعية لأن هذا مستوى التعليم وهذا جهد متواصل حتى نوصل لأسكور هيدا العيلي لأن نحن بحاجة إلى نخب اليوم لأن سرعة التطور التكنولوجي صارت أسرع من تغيير المناهج رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفيسور سليم دكاش أكد أن النبوغة اللبنانية مستمر مشددا على أهمية إفاءة تعليم العالي حقه في لبنان عمد كلية الهندسة دكتور فادي جعارة اعتبر أن الإنجاز فخر للبنان الرئيس سعد الحريري رعى إطلاق الخطة الخمسية لوزارة الثقافة في السرعي الحكومي رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرعي الكبير حفل إعلان الخطة الخمسية للنهود الثقافي وألقى كلمة في المناسبة قال فيها إن المحافظة على الثقافة والتراث تعني المحافظة على لبنان لافتا إلى أن قانون الحفاظ على التراث قديم ويعود لأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقد حان الوقت لبتاه قانون الحفاظ على التراث والمباني التراثي هذا قانون يمكن من أيام الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري وهذا قانون الأنوان أنه ينبت فيه لأنه مش طبيعي أنه كل يوم لازم نسمع أنه والله نهدى هذه المبنى لأنه فلان بد يبني عشان يعمر يعني هايراز الناس أكيد محتاجة والناس أكيد بحاجة أنه تستثمر بس فينا نلاقي معادلة لبين لا هالناس لحتى تيجي فعلا اللي كان اللي عنده أرض أو اللي عنده بيت تراثي وبهذا اللي نقول مساحته ألف وقدر يبني عليه عشت ألاف فأكيد حيفت تفكر لمصلحة أولاده بس لحتى نحافظه أن يفكر كيف يحافظ على هذا التراث وكمان يأمن مصلحة أولاده ومصلحة عيلته أو مصلحة عيلتها فيجب علينا أن نعمل هذا الأنون وكان وزير الثقافة غطى صخوري ألقى كلمة كذلك قال فيها أن لبنان بحاجة إلى خطة تؤدي إلى نهضة ثقافية تنعكس على الواقع الاقتصادي أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للبنان زار القائم بأعمال السفارة السعودية المستشار وليد البخاري وزير الصحة العامة غسان حسباني مقدما للقطاع الصحي في لبنان عبر الوزارة هبعينية في عدة مجالات لسيما في المواضيع التقنية والمعدات الطبية تستهدف مراكز الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات الحكومية وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية والسكان الوزير حسباني أمل أن تكون فرص التعاون مستمرة بين لبنان والمملكة مشيرا إلى اللقاءة لاحقة ومتواصلة في هذا الشأن لتحقيق الإنجازات أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري عن مؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 95% من الشركات العاملة في لبنان وتؤمن النسبة الأكبر من الوظائف خصوصا خارج العاصمة بيروت المؤتمر يعقد في الحادي عشر من تموز بمشاركة وزارات الصناعة والسياحة والطاقة والزراعة والاتصالات والصندوق الدولية والمصرف المركزي والجمارك والقطاع الخاص والمصارف وتحدث خوري عن الوقع الاقتصادي بالأرقام وصلت لجنة المال والموازنة دراسة قانون الموازنة العامة ودراسة موازنة الوزرات وبشرت بالدرس وإقرار بنود وزارتي الداخلية والبلديات والمال اللجنة رأسها النائب إبراهيم كنعان بحضور المحافظين واجرى اتفاق على عقد أربع جلسات الأسبوع المقبل وفي مجلس النواب لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح معادلات شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلاميذ اللبنانيين بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون الأوضاع العامة مع النائب أنتوان زهرة كما بحث ملف اللاجئين مع ممثلة مفوضيات الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار وتم البحث في شؤون النازحين السوريين ومن زوار اليرزي مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي خلدون الشريف والسيدة شونتال داغر أوضاع المخيمات الفلسطينية عرضها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعلى القيادية الفلسطينية سامير المشهراوي كما التقى اللواء إبراهيم كلا من سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وسفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد على صعيد آخر تسلم الأمن العام هبات من الشرطة الألمانية الفدرالية بحضور السفير الألماني والعميد ياس البيسري ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس براهيم إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر المديرية وعن الجيش اللبناني والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبارة عن آليات لنقاط الحدودية رأى القائد العام لقوات اليونفل في جنوب لبنان الجنرال مايكل بيري حفل تقليد أوصيمة السلام لضباط وجمود الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوات اليونفل وذلك في مقر قيادتها في بلدة كوكبة الجنرال بيري أشاد بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والسلطات المحلية في مساعدة اليونفل لأحلال السلام في الفقرة الرياضية أهمال فرنسية في إنجلترا دورة فرنسا لدراجات الهوائية ومتفرقات سريعة مع داني حرب يتوقع مهاجم ليون أليكساندر لاكازات أن ينتقل إلى فريق أرسنال مقابل 56 مليون دولار أمريكي إذا تجاوز الاختبارات الطبية ويحلم الفرنسي في أن يتم كل شيء على خير ليلعب تحت قيادة أرسن فانجار قبل سفره إلى أستراليا استمرت المنافسة في دورة فرنسا للدراجات الهوائية عندما تبارى المتصابقون من ليكسانبورغ حتى فرنسا في أجواء حماسية وحاول عدد كبير من الدراجين الاستفادة في البداية لكنهم لم يلحظوا أن المتفوق هنا سيكون المتباري الذي سيبقى قريبا من الطليعة إذ أنه في منتصف الجولة سترتفع حد التحمل وسيتوجب على الأبطال الذين لم يسقوا لتعليمات فرقهم أن يجدوا أنفسهم في المراكز المتأخرة بما أن تور دو فرنس يعتبر الأقصى على الإطلاق في العالم قد تكون بعض الأمور في دورة ويملدون للتنس غير مجدية لكن أن تتعرض أنجليك كاربير لناكسة فهذه أمور غير مألوفة في الدر الأول وقد نجت من فخ الأمريكية إيرينا فالكوني وفازت عليها 6464 وفاز دومينيك تيام على فاسل روبيسيل 646463 ليقابل النمسوي في الدور الثاني الفرنسي جيل سيمون استقبل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في دارته في إسلامباد منتخب باكستان الذي فاز في بطولة العالم للكريكت على الهند بمئة وثمانين رقضة وشارك في الاحتفال عائلات اللاعبين والقيمين على الشأن الرياضي إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء الملتقى يتجدد في تمام الساعة لحادية عشر والثلث حتى الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة